وفي ختام جولته بعدد من المشروعات التنموية والصناعية بمحافظة بني سويف تفقد رئيس مجلس الوزراء القرية التكنولوجية بمحافظة بني سويف واتقع القرية التكنولوجية على مزاحة 55 فدانا وتضم شركتين متخصصتين في مجال التعهيد ومركز إبداع مصر الرقمية كيرتيافة ومقر كل من جامعة النهضة وجامعة بني سويف التكنولوجية هذا وقد تطورت نسب إشغال مباني المرحلة الأولى لتصل إلى 100% في 2023 ارتفاعا من 10% في 2019